بدأت محافظة جنوب سيناء موسم حصاد وتوريد القمح إلى الصوامع بعاصمة المحافظة تور سيناء وتوفد المزارعون على المطحن والصومعة لبدء توريد القمح وسط التزام المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام وتزرع محافظة جنوب سيناء نحو 392 فداناً بين ألواع المتميزة من الأقماح عندنا بداية توريد المزارعين بكمية إن شاء الله كده لغاية دلوقتي في حدود وسط نقطة الاستلام حوالي خمسة مع بداية موسم الزراعة كانت رفع دولة معرفة الوزراء رفع من 820 العام الماضي لغاية 1200 الأسبوع الماضي ترفع من 1200 ل 1500 جنيه محافظة جنوب سيناء محافظة وعيدة جداً في إنتاج الأقماح المصرية خاصة جهزة 171 ومصر واحد اللي النهاردة إن شاء الله أول كمية حوالي خمسة تن وردت للمطاحن النهاردة عن طريق اللجنة المشكلة من وزارة التموين محافظة جنوب سيناء من المحافظات الأولى في حصاد الأمح نظراً للظروف المناخية المتواجدة فيها ومحافظة وعيدة جداً بتبشر بإنتاج وفير إن شاء الله ومجال واعد جداً للاستثمارات الزراعية